نصر حامد أبو زيد أراد نصر حامد أبو زيد الباحث والمفكر المصري الذي اهتم بتجديد وتفكيك الخطاب الديني تحويل النص إلى خطاب لغوي لأجل تأويله إنسانيا ووضع مضمونه في سياقه التاريخي فوضع تعدد القراءة منهجا يحافظ على التعدد التأويلي كما في التعدد تجدد ودعا إلى ربط الدراسات القرآنية بمناهج الدراسات الأدبية التي كانت متقدمة في مناهجها التأويلية كالتفكيكية والبنيوية إن نصر حامد أبو زيد أراد القرآن كتابا قابلا لإعادة التدوير والقراءة لكونه كما يقول منتجا ثقافيا تشكل في الواقع والثقافة الأمر الذي جعله عرضة لتهمة الردة في قضية مشهورة سميت قضية أبو زيد ليعود وينقلب بعد ذلك ويكتب توجسه في دوائر الخوف ويحتمي بتأويلات أخرى للدين مناقضا نظرته التاريخية للنص الديني الذي عبر عنها في كتابيه مفهوم النص والخطاب والتأويل إذ يعبر عن هذا قائلا حين تأملت الأمر أدركت أن الخطاب النقيض يحاول أن يغزوني من داخلي بالتأثير السلبي على بنية خطابي وهو خطاب يمكن أن يتمدد تمددا سرطانيا ليصيبه بالشلل لنصر حامد أبو زيد عدة مؤلفات في الشأن القرآني منها فلسفة التأويل الخطاب والتأويل مفهوم النص ترجمة نانسي قنقر